هبصة لقي الول كله والتايم لايم كله ده باديب وقلوب والفالنتان وفالنتانلي ومش تفالنتانلي ولا نعرف ايه واللي زعلت علشان ده واللي عملها تبعت لجوزها منشن واللي عم تجيبتليش في اليوم ده والله انا فاكرة زماني يعني انه كان مثلا ايام جامعة انه كان سبعتاشر حداشر وعيد الحب ده عندناش عياد ده هما العيدين ما عندناش كده احنا عندنا كل اللي بيقولوا عليه ده وبيخلوه يوم احنا عندنا المفروض طول السنة وطول العام كان عاملينه مرة سبعتاشر حداشر ومرة كانوا عاملينه مش عارفة اربع اتنين وبعدين اربعتاشر اتنين دلوقتي بقى اهل كل بلد بتغتالف معرفش ايا كان طبعا ده واحد مش عارفة كان بيحب واحدة بعدين اتفقوا هيهربوا بعدين اشعار عمل معها علاقة اسمة فابوها القص عرف فقتلوا فبقى عيد شهداء الحب واحد العب ولازم تجيب هدية والكلام بصوا جماعة الهدية من لغات الحب الخمسة عشان بس نبقى فاهمين والهدية مش مرتبطة بيوم ولا بكزا اجمل هدية انتوا عارفين اجمل هدية الزوج يجيبها لزوجته والحبيب الحبيب اللي هو يعني في علاقة الشرعية انا اشدعوا بالفناطيسي التانية في العلاقة الشرعية لما زوج يجي اجمل هدية يجيبها لزوجته والله ولا ماشي حلو زا والاحمر والاصفر والابيض ده اللي بيلمع ده حلو برضو مش مشكلة بس اجمل هدية انها تلاقي راجل بيحبها والنهاردة احنا هنتكلم عن حاجتين هنتكلم عن الحب والتعلق ده اللي بيجيب الخنايات خنايات في البيوت والمشاكل التعلق بالاشخاص لما قلبي يكون متعلق بشخص وبحد شرعي طبعا او غير شرعي احنا عملنا له حلقات قبل كده لكن لما كنا اتعلق بشخص وقلبي متعلق لدرجة الازى ازاي خلص قلبي اصلا التعلق بالاشخاص او بحبيه السابت بقى ومش قادر انسوي الكلام العظيم ده اولا احنا ما عندناش بالانتين ولا ما الكلامش احنا عندنا السنة كلها يعني يا فرحيتي اطلع البتاع في يوم وبعد كده مش جايبك وزلك توليس انا بيه انا عزين معاملة ينوبكو سواب انا عزين معاملة والمرأة تحب المعاملة ولطفة مع ايدني الهدية حاجة طعفة انا بقول او الهدية عايز زوجتك تصالحك وتقبص وشايلك في قرصة وايه وبسوطة وكده هدايا على طول وليس بالقيمة والله بس الام دي بتبقى القيمة يعني بحس ان بنات الايام بيفرق معهم الدنيا دي بس اهم حاجة تبقى عارفة لكن مرتبط بيوم لا والله طب ايه المشكلة طب ما يبقى كل اسبوع مثلا فيه هدية اعرف زوج يقول لا نخلص من القصة دي مع ابداية كله قب ليكو خروجه وليكي كذا وليكذا حلو الحاجات كده الحارين بيفرع بالكلام ده طيب الحب افيا الحب والتعلق نهاردة نتكلم عن التعلق المرضي والحب المرضي وليك وما الحب وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكنت ديار اه الناس اللي سكنت يا ليلى الناس اللي جوه الدير التعلق بالاشخاص طبعا عندي تعلق بالاشخاص وتعلق بالاماكن وعندي التعلق بالاشياء النهاردة هناخد الاشخاص عشان كفاية علينا بس يا رب الحلقة كافية التعلق بالاشخاص امر مزمون بص انا بعمل ايه خنقه خنقه من مصايد الشيطان اه من مصايد الشيطان بيستطبها القلوب بقى كده اي بني ادم كده يستطبها ويملع عليه بقى وده كذا حب ده حب وحنقول الفرق طبعا فيلهيها يلهي القلوب عما خلقت لها خلقت لايه للعبادة وعندي العبادات العبادة الوحدة اللي هي لها اثارة وعندي العبادات المتعددة ان شاء الله نعمل حلقة جميلة على الحاجة الدين